بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من الأشبال لازم نبدأ حلقتنا بتقديم واجب العزاء للشعب المغربي الشقيق خالص التعازي وصادق المواساة لأشقانا في المغرب في ضحايا الزلزال اللي ضرب البلاد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين من الأشقاء بالشفاء العاجل والصحة والعافية ولبناء مع المغرب كما نتقدم بالتعازي للشعب الليبي في ضحايا العاصفة اللي ضربت البلاد وخلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة إن شاء الله تعد على خير وربنا يحفظ المغرب وليبيا وكل البلاد العربية ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوق حديث الشارع الأهلاوي أنتوني مودست مهاجم النادي الأهلي بدون شك مودست هو إضافة كبيرة للدور المصري وأكيد إضافة قوية للنادي الأهلي واحد من المهاجمين المميزين كلنا شفنا خلال أربع خمس يام اللي فاتوا على السوشيال ميديا وفي الشارع وفي كل مكان وفي جميع القنوات أهداف مودست بتنوم فعلا إن شاء الله إن الآدي الأهلي تعاقد مع مهاجم كان فيه المواصفات اللي محتاجها النادي الأهلي وزي ما احنا شايفين دم حضراتكو ده كان جزء من تقديم اللاعب في ملعب مختار التيتش كولر واحد من المدربين اللي عنهم كويسة واحد من المدربين المميزين كولر واحد أيضا من الصفقات المهمة اللي أبرمها كابتل محمود الخطيب والنادي الأهلي النادي الأهلي دائما بنسمع عن الصفقات لاعب لكن المدير الفني أكيد صفقة صفقة بحبه انتماؤه اهتمامه بشغله اهتمامه بتفاصيله دائما الرسالة بوصلها للعبين والجماهير أكيد كان محتاج مواصفات معينة في المهاجم اللي كان بينتظره كولر أو النادي الأهلي أهم المواصفات اللي كان بينتظرها كولر إنه عايز مهاجم طويل بمعنى إنه واحد يجيد ضربات الرأس عندنا ما شاء الله مفاتيح هجومية مهمة لنادي الأهلي من أهم المفاتيح الهجومية دائما عندنا الأطراف لما بنتكلم الأطراف بنتكلم محمد هاني بنتكلم عن ممكن حسين الشحات بنتكلم عن علي معلول ملك العرضيات بنتكلم أيضاً عن أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وبرستاو يعني كتير خاصةً بتكلم على البكين محمد هاني وعلي معلول بيطلعوا في المباراة عاملين عرضيات كتير هي دي النقطة اللي كان بيفتقدها كولر أو كم محتاجها عايز رأس حربة يجيد ضربات الرأس طبعاً عندنا ملعبين أو مهاجمين مميزين على أعلى مستوى سواء محمد شريف اللي ميشي بنتمناله التوفيق في رحلته وتجربته في السعودية أو محمود كهربة واحد من هدفين الفرقة الموجودين صلاح محسن واحد من العصر انضمت وعنصر مميز ومهم جداً بيرستاو هو بيجيد في مركز رأس الحربة لكن كان احتياجات كولر إنه عايز دايماً الكرات العالية تترجم بشكل أكبر وبشكل قوي سواء كرات عرضية متحركة سواء كرات سبتة سواء ركنيات أو الكرات اللي بتيجي من حارس مرمى الناد لالي محمد الشناوي ودايماً عايز مهاجم يتعامل معها بشكل جيد أنتوني مودست هو لاعب يمتاز بالطول بيجيد ضربات الرأس فهي دي أهم مميزات مودست أو النقاط اللي كان بيحتاجها النادي الأهلي وكولر كل الأراء خلال الفترة السابقة أو تقييمات الناس الحمد لله تقييمات إيجابية بشكل كبير لمهاجم النادي الأهلي سواء للنادي الأهلي أو للكرة المصرية إن يجي لك لاعب من الدوري الألماني وإحنا بنتكلم الدوري الألماني إحدى الدوريات المصنفة في العالم دوري يمتاز بالسرعة وبالقوة وهو جاي من نادي كبير بينافس دايماً على البطولات بروسيا دورتموند النهاردة كل الأراء بتقول إن شاء الله نسب نجاح اللاعب بشكل كبير لكن توفير ربنا مهم طبعاً وخلينا نتكلم من منظور تاني ولازم جمهور النادي الأهلي يخلوا باله من النقط دي ولازم نحطها في حساباتنا النهاردة لعب جديد جاي على ثقافة جديدة من مكان دوري الألماني ليه صفة أو ليه مميزات خاصة للدوري المصري اشتركوا في القناة